وكان معالي سيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق قد وصل إلى مملكة البحرين اليوم وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي ساعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيره الخارجية وساعدة سيد خالد بن سلمان لمسلم سافير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية وساعدة سيد مصطفى بن خي سافير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية